هل ترى بأن النظام المصري أو دعنا نقول السيسي مباشرة متمكن إلى درجة أنه هو فعلاً الذي يدير الأمر بمفرده أم أنه هناك عوامل ضغط داخلية أتحدث ليس عوامل ضغط خارجية سواء إقليمية أو دولية داخلية داخل الجيش نفسي يمكن أن يكون لها دور في تهدئة المشهد بخروج سامي عنان أو بعض التغييرات حتى في قيادات الجيش مبدأياً سامي عنان ينتمي لأي فصيل سامي عنان ينتمي لأي فصيل في الأول وفي الآخر هو رجل عسكري يعني انتماؤه قلباً وقالماً للمجلس العسكري ولحكم العسكر في البلاد فاتفقنا أو اختلفنا لكن هو إن شاء الله بالنسبة له يعني هو رجل عسكري وينتمي لأمر العسكري اللي بيحصل النهاردة ده اه انا يعني متأكد تماماً ان في قوة داخلية بتضغط على عبد الفتاح السيسي لان مش كل الخيوط في ايده زي ما احنا متخيلين مش كل الخيوط في ايده لا اه كوة داخلية وكوة خارجية بظن يعني او تحليلي هناك كوة داخلية وكوة خارجية لكن انا استبعد موضوع ترامب في هذه الايام استبعده تماماً لان زي ما احنا شفنا وعرفنا خلال الاسبوع الماضي او في اواخره ان ترامب في ورطة ورطة حقيقية هو نفسه مش عارف شين نفسه منها فين احنا لو بصينا خلال الاسبوع الماضي وتابعنا الاخبار نجد ان الكونجرس صوت ضد او مع عزل ترامب صوت لعزل ترامب بنسبة اصوات عالية حتى لو لم ينفذ هزا الامر حتى لو لم ينفذ لكن برضو لازم تخليه هو ايه يبقى مشواف على ارض صلبة بل هو اكتر من كده انه ما يترشحش لفترة الاسبوع تانية اذا ترامب بعيد كل البعد عن موضوع السيسي في هذه الايام لانه هو في ورطة وقبل ما يبص للسيسي ويبص لمصر وبص الامر ده يبص نفسه لانه هو دلوقتي مش واقف مش واقف على رجلين ولا واقف على رجلين